موسيقى موسيقى مساء الخير عليكم مشاهدينا وأحبابنا في كل مكان على شاشة غناة نغام داخل وخرج ربوع الوطن الحبيب السودان حلقة جديدة ومشوار مساء بالتأكيد مختلف دوما نجتمع على ضفاف المساء اليوم حلقة مختلفة ومتنوعة تضمن فقرات عديدة نتمنى الرضا والاستحصان منكم والقبول بالتأكيد عبر فقرات هذه الحلقة المميزة نسعد برفقتكم وسعيد برفقة أمل ومساء الخير عليك كيفك مرحبا بك مجاهد ومساءك سعيد مساء الورد عليك الله يخليك أهلا بكل مشاهدينا الأكارم في كل مكان عبر مساحات الجمال دائما اللي هي بيننا وبينكم مشرعة بالحب و بكل المعاني السامية مرحبا بكل الناس اللي هم جميلين دائما بيتوجوا مساءاتنا بالإبداع واحدة من الأصوات الشابة والتجارب الغنائية المتفردة شاب خلوق صوت متميز متمكن أبدع ولست الإبداع إن شاء الله المزيد قتما فيه بنرحب بواحد من الأصوات الجميلة الخطيبة الشفيع أهلا ومرحبا بك على أنغام والليلة يوم الثلاث يوم مختلف باختلاف ضيوفه مرحبا بك مرحبا بك أنا سعيد جدا الليلة نقضي أمسي جميلة مع مجاهد مرحبا بك وأمل التحيير لكم إن شاء الله نقضي اللحظات الجميلة مع بعض أكيد بوجودك معنا الخطيب ونسعد برفقتك عبر هذه الأمسي كانت استهلالية جميلة واختيار رايع منك الخطيب يمكن دائما كل مبدع بيكون عنده نقاط قوة ونقاط ضعف وأكيد الزولة اللي هو متبكة بيقدرين يكتشف نقاط القوة ونقاط الضعف ندير أمشي بك للزمن وراء شوية كده وأشوف الخطيب كان الصوت الجميل ده اللي اكتشفوا منه والأشاد بيكة والشدة من أزرك في البداية كده والله يعني في البداية طبعا الأسرة الأسرة في البيت بعد ذلك الأسرة الدراسية أو في المراحل التعليمية الأولى أها ألا سأسقل ضك أيوة فففففا يعني أنا 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 يعني 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 الدراما أنا بديت يعني أنا ما أبديت مغني يعني أنا بديت بيتمثل يعني أيوة الدراما استاغتني دي معلومة لكل ناس المتابعون فبعد ذلك أطورني أكثر التجريب التجريب بتاع أشكال الغنى الموجودة على ذلك الساحة وكل فنان دائما صاحب موهبة أول غنى بيبدأ به وهو أغاني الحقيبة أكيد أول أغنية هبشت إحساس الخطيب وبددوا وغنىها أول أغنية هي بدسكر أغلندا بدري أنت رجعتين قبل كم سنة مذكر الكلام ذكا أنا بدأت يعني يعني قبل كم سنة أها تفين تجاوزة أصرت عالية أها يعني أنا بدأت ل 16 17 سنة يا سلام إن شاء الله يعني اسمين طويلة أم تسلم حراك حراك طويل بتذكر يا سمير يا سمير عزبتك يا سلام أو في المعاد العلوم يا سلام يا سلام أم تسلم يعني كان أخوي العزيز عادل 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 هو من الأصوات الجميلة يا سلام وحفظنا به هناك بدأ بدأ مشواري طيب كنت بتسمع لمنه من الفنانين الكبار الخلدوا أسماء وملان في خارطة الغناء السودانية طبعا أي مغني لما يكون في بداية مشواره بيكون عنده فنان معين هو بيسمع إليه ويمشي عليه خطاه ويمشي عليه في المستقبل هو يمشي على نفس النهج أنا ما عاوز أقول لك أنت حاب تكون زي منه لكن ترشوف أن أنت كنت بتسمع لمنه وبتردد غنيات منه أنا والله كنت بسمع سماع عام يعني كنت مهموم أكتر بأنه يعني هو كل ما سمعت كثير كل ما ما طورت يعني صوتك وكل ما طورت قدرتك وطورت قدرتك ما كنت بركز تحديدا على مغني محدد قاعدة أسمعه بسمع كل الغناء الجميل وكل أساساتنا الصلاة أجل بعض أي ذكرت أيضا من خلال كلامك في البداية بأنه أنت منذ الأيام الأولى في المدرسة أكيد كان في دورات مدرسية وكان عندها دور كبير جدا وكان في أستاذ برضو ماسك النشاط المدرسي برضو كان برضو بيكون عنده دور كبير جدا مشاركاتك في الدورات المدرسية والمرتبات التي حرستها في بداية مشوارك أنا كنت بأفوز طوالي في الدورات المدرسية الأول يعني أي وطوالي معناه لميت كم كاس كده أي والله أتذكر أكتر أستاذ كان واقف معي في بداياتي أستاذي أحمد أبو القاسي أستاذ عبد الله حسن مرسال كيموس ظلت علاقتي مستمرة بهم حتى الآن تحية لهم من هنا عبر الله تحية لهم الخطيئ بمكين 2003 أنت بدأت و2003 كان سبقوك في الغنى الأصوات المبدعة الجميلة التي رحلت عن دنيانا لكن تحت ظل باقية لسنوات والسنوات الذي هو محمود عبد العزيز ووليد زاك الدين الناس الجميلين أصواتهم هي معبقة لم تخوفت بأن الخطيب في الوقت يأتي بعد الأصوات الجميلة التي هبشت دواخل الشعب السوداني والمتلقي السوداني الذوق بأن يجد من يستمع للخطيب لم يكن هناك تخوف في البداية والله طبعا أكيد والأزاحة التخوف دوشنه عندك وهي شباب أبواني الراحل هناك محمود أنا كنت من أشدة المعجبين بهم محمود ووليد زاك الدين وسام الشيخ يعني ربنا يرد توربته نشعب كنت بحلم منه يعني أصل مكانتهم يعني هم يعني نجوم ويعني أسر الساحب يقولون جميل صحيح ظل لحد الآن أكيد نعم فأبواني يعني قاعد أتذكر تتصل عليه أستاذ محمد حاني فقال لي يا أخي تجي تغني في كورا الراحل محمود عبدالعزيز فأنا كان أنا كنت عيان لما ضرب لي أنا رقمته يعني قلت عيان المهمة لازم أشارك لازم أشارك مع الراحل محمود عبدالعزيز يعني ربنا يرحمه أول الأصوات اللي سمعتك من الوسط الفني وأداك ملاحظة كده في الآداء في التدقيق في المهنة في المقامات وخلافه منه وراسخ الحاجة دي في ذهنك الآن حاضرة والله أنا جيت أجزت صوتي الفين وستة الفين وستة في المصنفات قبل 13 سنة الأدبية كان في أستاذنا الدرديري ربنا يدي وصحة والعافية إن شاء الله وأستاذي ألمح سليمان والراحل محمدية ربنا يرحمه يعني كانوا وندهشين يعني القطع في الكلام لاحظوا إنه في كلامك في قطع لكن في الآونة ما شاء الله في استمرارية أيوا دارين يعرفوا الشير داشنه أيوا بعد ذاك يعني حتى حتى الامتحان ذات كان كان مختلف يعني كان مثلا يعني يغني في النوتات العالية أيوا ما شاء الله تمشي يعني تمشي أيوا يغني في النوتات الوسط يغني في الغرار ف يعني لما يعني لقوا عندي دي بصيص 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 جارو يعني بيقيت بينه وبينه محبة وعلاقة رأيك شينو نغني نغني طوان نغني والغنى أقرب للقلوب نسمع شينو نسمع أغنية ما عارف الكترال هي لحن لي أستاذي والدلحاوي عبر نكذر فأنا كنت من المحظوظين أنه أنه إدعام التماغ أغني له يعني هو هو رمز صحيح وزول غام وزول مساهد نعم يسمى مالية الساحة الكبرته ومالية الساحة وكل يوم تزيد سمحة الفقرة معاكم ونتكلم عن أنه أي فنان في بداياته لابده أنه يغني أغنيات الكبار ويجيد على أساس أنه سيبدأ به المسموع عشان الناس تسمعوا وتعرف إمكانياته وحدوده ذاته في الغناء من خلال أعمالك التي تقدمها حاليا في الحفلات العامة وفي الفترة الأخيرة بالذات ترى أنك حققت انتشار وفيه كمان اتهام آخر يقولون أنه أنتوا الفنانين الشباب الآن الموجودين في الساحة الفنية شوهته أغنيات الكبار نرى هل أنت حققت انتشار في الفترة الأخيرة ورأيك ما في الاتهام الموجه لكم أنتوا كفنانين الشباب والله أنا هو هو يعني أنا يعني يعني أنا الخطيب تحديدا بدأت بغنائي الخاص بدأت بشكل مختلف بدأت أنا درامي بدأت بغنائي الخاصة في الزمن بدري جدا ما حسيت أن هذه مغامرة لأنك تبدأ بأعمال خاصة أكيد 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 فكرة فكرة كانت مختلفة بعد ذاك حتى تغنيت أغنيات ساتذتنا اللي هي قصاء بغونا فكرة بشاري مثلا مهرجان وردي الوطن أنا شاركت فيه في النسخة الرابعة ونسخة الخامسة حتى لما أتناول الأعمال بتاعة الأسالسة اللي هي سبغونا الموجودين أو الرحل بكون حريص أن تتقدم الحياة زي ما هي زي ما هي هذا حق مؤلف وأنا واعي حق أدبي يعني واعي الحقوق الأصيلة حق المؤلف وحقوق الشعر فبكون حريص أن أقدم الحاجة بشكل الله طيب التشوه هو دائما فيه لقط كثير جدا بيقولوا أنه الفنانين الجو الآن ملوا الساحة والزخمة اللي حاضر في كل المحافل المشاركات الحفلات كل الأشياء بيقولوا أنه فيه أصوات لا تستحق حتى فرصة الاستماع لها وهي مش شوهة بس هي قد تكون حولت الأغاني السودانية لأشياء تانية يعني بقى ذاته ما مفهومة فالحاجة دي هي طبعا موجهة لكل الفنانين والمبدعين والجنة الحالية نعم لكن فيه الناس اللي هي بتقدر إنها ترد بأغانيها وبمنتوجها وإنت واحد من الأصوات الخلاقة اللي هي قدرت إنها تبدأ من ما انتهى الآخرون فده حاجة تحسب ليك وتضاف ليك تماما يا الخطيب لكن أنا دايرا أشوف الاتهامات الموجهة لكم كثيرة جدا من قبل ناس مختصين في المجال ومن قبل حتى الشارع السوداني يقول لك يا أخي موفي فن الفن دا كان زمان أيام الكاشف وأيام رثمان حسين والناس الرعيلة الأول لكن هسي ما تقول لي ولا فنان فالحاجة دي أنا دايرا أشوف أنت كفنان موجود الآن في الساحة ردك لكل هذا الجدل الحاصل الآن؟ والله أنا دايما أنا دايما قاعد أرد بشكل عملي يعني قاعد أتجنب رد الله يعني يعني شفها هي دايما أرد أنه يعني أنتج أغني وأختلفها على مستوى النص واللح وجودة التنفيذ الموسيقي عشان يعني الزول يبقى عملي أحسن يرد بمنتوجه ومعماله أيوة يعني ذكرتني هسا أنا شغال في أغنيات جديدة لشاعر ممكن تذكر اسمه في دولة المجرى أو في السعودية يسمه عبد المولى عبد الله من الشعر على الشباب المختلفين يعني ذلك يمتاز بمفردات مختلفة جدا جدا وفي الأيام الجاية حترى أن إن شاء الله طوالي بسوقنا لسؤال وخلينا نعرف أنه كيف الخطيف هو بيختار الأغنيات اللي هو بيقدمها لجمهوره المتابعه وبرضو إضافة لكده خلينا نشوف تاني شو من أعمالك الجاية غير التعاملك مع الشعر الموجود في دولة المهجرى أنا يعني دائما بقي في النص يعني سيتنا جداحي في المهرجانات الداخلية الخارجية أنا نفذت في كمية مهرجانات داخلية اشتريتك كل مراتين شارك ممكن التذكر شيء تسوي من يأشي إشتريتك كثيرا أنا فبقيف في النص، يعني المسرح أو الدراما خلتني دقيق جداً في النص يعني النص المهرجان مختلف جداً لما يكون مثلاً شغال حشاري مثلاً الأغنية العربية أو ميلد الغنيات مثلاً أو مهرجان الثقافة، بقيف في النص حتى غنى الحفلات عنده نصوص محددة النصوص البسيطة، الخفيفة، المعبرة يعني أغنى السيرة، الشعب السلواني، المفردة، الحنينة النصوص يتغنى في مهرجان الأغنية العربية مثلاً هذا مهرجان مختلف حتى يرى أنه مختلفت صحيح المرة الأولى غنيت الكمانجات الضاية على الراحل مصطفى سند أيها يعني النص مختلف فإنت عارف روحك إنك دي خطوة مختلفة جداً جداً يعني حتى النص بيتعرض على لجنة كبيرة صحيح سواء يعني إذا عاد الدول العربية فلكل مغام المقالة، كيف أجيب في النص؟ تمام، دي حاجة بتميزك وإنت يعني مشهود لك بالحاجة دي الخطوة، نحن حبي نسمع عمل قادم بعنوان شنو؟ حنسمع طيب هو عمل أخير، أيوانا نزم أخير، حنسمع 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 وتهدي ولبنك دي قبل ما نسمع أنا متأكدة عندك نسة كده وحبي تهدي أصدقاه متأكدة يعني يعني قريت حبل أفتارك والله أنا أول حاجة دائر أهدياً لكل ناس أنغام أنا حاسينهم الحلقة دي حلوة عشان كده مرت حلوة بوجودك وخدوك والله أهديا لكل أخواني وكل أحبابي داخل وغارد السودان والشاب الجميل جداً عاصم حنسمع البريحك سوي دي من الغنيات في الألبوم دي غنيتات حفلات قاعد يعني أو عندها جمهور في الحفلات حفلات نسمع نسمع وسعيدنا بك أكيد بوجودك معنا عبره الجزء الأول من خلال حلقة اليوم متواصلين ومستمرين معكم مشاهدينا في كل مكان عبره فقرات هذه الأومسية على الهواء